بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعزائي طلاب الصف الخامس الأساسي من مجمع المدارس الفلسطينية في الدوحة قطر ومع منهاج التربية الإسلامية للفصل الدراسي الثاني ومع وحدة العقيدة الإسلامية حياكم الله تعالى في الدرس السادس بعنوان الله الحميد ومع أهداف درسنا لهذا اليوم أولا توضيح مفهوم الله الحميد ثانيا الاستدلال من القرآن الكريم على اسم الله الحميد ثالثا ميان كيفية حمد الله تعالى على نعمه الكثيرة رابعا أن نفرق بين الحمد والشكر وما المقصود بالحميد أعزائي الطلاب ما هو اسم الله تعالى الذي تكرر في الآيتين التاليتين قوله تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وقوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد فما هو الاسم الذي تكرر في هاتين الآيتين ألا إنه اسم الله تعالى الحميد فما معنى اسم الله تعالى الحميد اسم الحميد هو المحمود على كل حال وهو المحمود من خلقه بما أولاهم من نعمه وبسط لهم من فضله فقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ومعنى المحمود من خلقه أننا نحمده تعالى على ما أعطانا من النعم الكثيرة ورزقنا من فضله الأرزاق الكثيرة فعلى ماذا يكون الحمد لله تعالى أحبائي يكون الحمد لله تعالى على السراء وعلى الضراء والمقصود بالسراء ما يسرك وتفرح له ويدخل السرور على قلبك من الخير والنعم الكثيرة أما الضراء هو ما يسوءك مثل موت صديق موت حبيب مرض ولد أي الشيء الذي تكرهه أن يدخل إلى نفسك فيعكر صفوك إذن يكون الحمد لله تعالى في السراء وذلك على نعم كثيرة منها نعمة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى أيضا يكون على نعمة السمع ويكون أيضا على نعمة النطق باللسان وكذلك يكون على العقل والنعم كثيرة ومنها البصر لقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون نعم كثيرة يجب أن نحمد الله تعالى عليها أما حمد الله تعالى في السراء والضراء عفوا مثل الموت ومثل المرض والحمد والثناء يكون باللسان أحبائي كيف يكون الحمد لله تعالى على هذه النعم التي ذكرناها والجواب من خلال التسبيح بقول سبحان الله ولكن ليس التسبيح فقط باللسان بل تسبيح واعتقاد في القلب أن الله هو القادر على كل شيء ومن خلال التحميد بقولك الحمد لله وكذلك من خلال كثرة الذكر والتفكر بالله وقدرة الله على الخلق وكذلك أيضا الثناء على الله تعالى باللسان والقلب والجوارح باللسان ذكر وبالقلب تفكر وبالجوارح تطبيق وأعمال في صندوق المعرفة أعزاء الطلاب سبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض لكثرة ذكرهما من تسبيح وتحميد الملائكة تسجل لك كل لفظة وكل حرف أمر آخر الواجب على الإنسان إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فهو كافر فالواجب علينا أن نجعل ونغيف هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى نعترف بذلك فنحمد الله تعالى ونشكره عليها أيضا المحمود هو الله الذي يحمده الناس دون غيره وذلك لكثرة نعمه وفضله ورزقه علينا ولنا لافتة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم الله عز وجل يبلغنا ويعلمنا أن شكرنا على هذه النعم يجعله يزيدنا منها ويبارك لنا فيها ننتقل أحبائي وإياكم إلى التقويم صفحة 34 من الكتاب المدرسي السؤال الأول أضع إشارة صح يمين العبارة الصحيحة وإشارة خطأ يمين العبارة غير الصحيحة فيما يلي ألف صفة الحمد خاصة لله تعالى والإجابة نعم صحيح فلا أحد يحمد على الخير والنعم غير الله سبحانه وتعالى با يكتصر يكتصر تعظيم الله تعالى بالحمد والثناء عليه باللسان والإجابة خاطئة فيجب أن تكون باللسان والقلب والجوارح جيم المسلم يقابل النعمة بذكر الله وطاعته وحمده عز وجل والإجابة نعم صحيح السؤال الثاني والذي يقول أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي المسلم يحمد الله عز وجل في نعم السراء والضراء وليس على إحداهما بل على الخير ما يصيبه وعلى ما يصيبه من سوء با يكون حمد الله يكون حمد المسلم لله سبحانه باللسان من خلال التسبيح والحمد والثناء نعم صحيح من خلال التسبيح والذكر والحمد والثناء السؤال الثالث يقول أبين المقصود بسم الله الحميد المقصود بسم الله الحميد هو المحمود على كل حال وهو المحمود من خلقه بما أولاهم من نعمه وبسط لهم من فضله السؤال السؤال الرابع والذي يقول أستنتج واجب المسلم نحو ربه الحميد والجواب واجب المسلم نحو الله تعالى الحميد التسبيح التحميد الثناء على الله باللسان والقلب والجوارح السؤال الخامس يقول ما أهم مظاهر نعم الله تعالى على الإنسان والجواب الإسلام السمع البصر العقل والنطق كل هذه من دلائل خلق الله تعالى ومظاهر نعمه تعالى علينا معشر الإنسان أعزائي الطلاب انتهى درسنا لهذا اليوم أشكركم جميعا على متابعتكم وحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر